العولة قبل أيام تردأها في كرة السلة للدور الممتاز لأول مرة في تاريخه تخيل ذكرة السلة الآن فريق القدم في الطريق طبعا أتوقع السنة الجيئة اللي بعدها هتلاقيه إن شاء الله فيه الممتاز ونيوم في نفس الطريق وبالتالي العمل هذا تخيل أنت الدور الممتاز السعودي في الفرق هذه والقادسية طبعا السنة الجيئة إن شاء الله هنشوفه في الدور الممتاز بالإمكانية الكبيرة والرعاية الكبيرة من الأرامفه هذا كله بالتأكيد تنصب لمصلحة الرياضة السعودية كألعاب كاملة وككرة قدمة الآن نتحدث عنها تجد تبع ثمانية فرق وكل الفرق هتكون مخصصة ولكن تبع ثمانية فرق يعني الرعايات قوية جدا شوف اللعبين الأجانب اللي هيجوا شوف المنافس اللي هتكون هيكون شيء شيء كبير جدا يعني أنا أقول لك كلمت على السلة قبل شوية العولة هذا لا يذكر فكرة السلة السعودية الآن طلعة الممتاز السنة الجاية ترى في كرة السلة ثلاثة أجانب ما أدري حيستمروا وهذا النظام المسلم القادم حيث يطغير تخيئ مية في المية حيث يقول لك ثلاثة من الان الان بي اي بالتأكيد لعبين لعبوا في الان بي اي يعني ما يكونوا أساسين الآن في الان بي اي طبعا صعب لكن لعبوا في الان بي اي حتشوف متعة كرة السلة على أعلى مستوى كل هذا بالتأكيد ينصب في مصلحة الرياضة السعودية في مصلحة جودة الحياة التبوق والعلى حتشوف مش فكرة سياحية فعاليات لا رياضة أيضا الآن دخلت الرياضة حتشوف سياحة رياضية أيضا فيها كل هذه المعطيات بالتأكيد في صالح بلد عظيم مثل أنك عربية السعودية أنا متأكد أن اسموه سيدي والعهد هذا تبكيره وهذا اتجاهه في ظل رؤيته العظيم